أنا عرفت كمان أنك أنت عملتي غنيتي وعزفتي في الخواجة عبدالقادر مع الفناني حيبقراني مزهود ده تتفيز بقى لأستاذ عمر خيرت بس ده على المسرح هم أول مرة عملنا الخواجة عبدالقادر كان جاب كرال رجال عشان هي طبعا صوت رجالي الكرال رجالي اللي بيغنيها في الأصل وبعدين اكتشفنا أنه حيبقى صعب أن احنا كل مرة لقت نجاح كبير قوي عند الجمهور كان بتطلب دايما في حفلات فبعدين قال طب ما تغنوها أنتو نقوم مع بعض مجموعة العزفين اللي معنا يعني بتدوا يغنوها وبعدين لقيت أنا بحبها لقيتني بداندن معهم ومغني فعمر قال لي طب ما تغنيها معاهم وقالتوا طب خلاص هغنيها أنا صوتي بيقولوا عليه مثل سوبرانو اللي هو صوت الطبقة من الستات اللي تقدر تجيب طبقات يعني قليزة يعني لا مش سوبرانو فالأيد نفسي بغني معهم فخلاص بأيد مغنيها طول الوقت في الحفلات